انطلق المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور 346 مشاركا و45 كيان من 38 دولة حول العالم أكدت وزارة الهجرة أن تعاون مع أبناء مصر في الخارج يدخلوا ضمن استراتيجية الدولة للاستفادة من جهودهم في الداخل والخارج في ظل اهتمام القيادة السياسية الكبير بالمصريين في مختلف دول العالم انطلقت فعالية النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج بحضور 346 مشاركا من 45 كيانا من 38 دولة حول العالم بعادة في استعراض سبل التعاون بينها وبين وطنهم الأم لتوحيد الجهود الحكومية والدبلوماسية الشعبية التي يمثلونها في الخارج المؤتمر أنا بتنبأ له بالنجاح رغم أنه لسه مبتدئ لأنه اللي أنا شايفه فعلاً أنه هما بيتكلموا مدين براحل وصحة أن الواحد يتكلم بمنطقة الأمانة ومنطقة الصراحة مفيش حاجة اسمها قيود على الحرية الرأي المؤتمر لغاية دلوقتي إحنا فات فيه جولة واحدة لكن أنا شايف الأسئلة التي طرحت وعرض الوزيرة كان شيء جميل جداً وإحنا كنا نفتقده وشايفه أنه فيه حلول يتحطط على الطاولة ومن خلال مسؤولين وأنه ده هيكون أعتقد في التوصيات الأخيرة هيكون ليه مردود قوي هيفيد كل الناس أنا قابلت ناس مش من كندا بس من كندا ومن أمريكا ومن أوروبا حتى من بلاد عربية وتختلف الاحتياجات من منطقة لأخرى أو من مهاجرين في بلاد عن بلاد أخرى إحنا كمصرين كل سنة بنيجي بنلاقي طفرة جديدة جداً من الطرق الكباري البنية التحتية فيه حاجة بنشوفها جديدة مش موجودة في ولندا حتى يعني مصر وصلت لدرجة دلوقتي العالمية إحنا بنشوف كمصرين في الخارج بنسافر وبنرجع هنا لنقول لا مش هي دي مصر مصر بتقدم بسرعة رهيبة جداً شايفة تطور صنوعي وطرق ومواصلات شايفة مرأة شايفة جانب يعني كل الجوانب ما شاء الله بس أكتر شيء تجارة صنوعة طرق ومواصلات يعني أنا لما بروح مصر وبرجع بقى بعرف التغيير يمكن أهل البلد ما ياخدوش بالهم من التغيير اللي حاصل لكن أنا كروحة ورجعة لأ شايفة ما شاء الله التغيير بيعجبني حاجات كتيرة جداً مصر يعني بقول طورت في السنوات الأخيرة كتير جداً كتير كتير تغيير كبير وطفرة كبيرة شكراً لسيادة الرئيس السيسي التغيير ده اتأخر 30 سنة بس اللي عمله سيادة الرئيس في الثمان سنين اللي فاتوا دول مجهود رائع ويشكر عليه الله يحميه المؤتمر يضع على أجندة أعماله الترويج للاستثمار العقاري في مصر وفقاً لرؤية الجمهوريات الجديدة كما يتضمن جدول أعمال المؤتمر ثلاثة جلسات عن المشروعات القومية وفرص الاستثمار العقاري وخدمات الأحوال المدنية وتطوير التعليم وأول تأمين على المصريين بالخارج المؤتمر مفيد جداً لأنه يجمع الكينات المصرية بره بحيث أن مشاكلهم واجهتهم كلها بره استثماراتهم مشاريعهم شغلهم كل ده لما يبقى عندنا كدايتا ومعلومات نستغل الموقف ونفيدهم ونفيد البلد إنعقاد المؤتمر الثالث للكينات المصرية بالخارج يجسد التغير النوعي الذي تشهد مصر حالياً بعد أن أصبحت شؤون المصريين بالخارج موضع اهتمام الدولة ومحور عملية التنمية شاملة حيث يدخل التعاون مع أبناء مصر في الخارج ضمن استراتيجية الدولة التي تسعى للاستفادة من جهد أبنائها في الداخل والخارج باعتبارهم تيور مصر المهاجرة أحمد الحسيني التلفزيون المصري ترجمة نانسي قنقر